هل يجب أو هل ترى من الحكمة عدم تهويل هذه الحادثة وأن تكون محدودة في بدايتها أم أن الأمر وراءهما وراءه؟ هو ثم بعدين في الموضوع البعد الأول معناها أن التجاذبات اللي وقعت في البلاد والطاقة منذ حركة انقلاب 25 جوليا وأن هناك تهيأة مثل ما تم التهيأة بخطاب سياسي لنخبة نوم حتى الرئيس في حد ذاته معناها على الدستور في الخطة حرق الدستور وده المصل على البلدي وبالتالي منطق طهر ومنطق كذا ومنطق استجلاب فكرة الحجد الشعبي العراقية عبر ما معناها بيان وعبر أشخاص يماثنه وعبر ناس يماثنه في نفس الممارسات هذه تتحول اليوم في بلدية الكرم غضوة رايب يشتاقع في أماكن أخرى معناها غضوة مش غريبة الناس ليش المقر أي مقر منظمات وأحزاب ومعتمديات ومعناها ووزارات وإلى آخره وبالتالي أنا أعتقد أنه البعض يتحمل مسؤولية الدفع إلى مثل هذه الممارسات وعملية إلغاء وزارة الشؤون المحلية ممكن أنت بيش تأتي عليها نعم غيرها أراه هي فكرة أنه آآ معناها أراه بش يفكوا المؤسسات الكل بما يعني ما يسمى بالتنسقيات وهي تنظيم غير معترف بيه نعم إذا كان ما ثم اعتراف بيه قلوه هنا وينه جيبوه هنا معناها لكن تنسبوا نفسها أو تحسبوا نفسها لا توأنا نحب نقول حاجة كل البلاد تحكي على التنسقيات الإعلام والسياسيين والقطاب وغير التنسقيات بل أكثر من ذلك أستاذ هل هناك شيء اسم التنسقيات في قوانين الدولة التونسية وكلا تصبر الآراء تحت سيبها في تعدادها بل أن وكلا تصبر الآراء يعني حاببت نقول لك هي أسبحة واقعة هذه بالنسبة لي هناك الزرجوني ومؤسسته يعمل في عمل سياسي مبطن تحت لافيتة صبر الآراء وبالتالي فالزرجوني ومؤسسته يقوموا دور وظيفي لتغيير معادلة سياسية بلافتة منتع صبر الآراء لا أكثر ولا أقل وبالتالي فهو في حد ذاته الزرجوني سان في هذا الزرجوني عليه أني يفهم أيضا هو أنه هل التنسقيات حزب قائمية مش معترف بيه قانونية من على الأصل فيه هو تنظيم متطرفة ذا خارج عن قانون خارج عن قانون لا يخضع زي لقانون الأحزاب ولا يقانون جمعيات لا يخضع إليه لا 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 أعطوني جمعية اسم التنسقيات والحزب زم التنسقيات ولا هي حاجة أخرى اسم التنسقيات قانونيا ليست توجد زم التنسقيات من حق الرئيس في حملته الانتخابية يعمل العبادة تناصره بعد هذه العباد يجب أن تتنظم داخل أحزاب وجمعيات مرحبا انعونوهم ونسندهم في أي نشاط داخل مربعات الجمعية معينة أو حزب معين ونمشي عنوهم في حزب طيب ألا يكون أنه عندما يصرح الرئيس في أكثر مرة لأنه لا يعترف بهذه الوسائط هو فلسفته لا يعترف بوسائط الحزاب ألا يكون هذا الحراك يعني الحاجة المشوارة هذه غير قابلة للتنمس الرئيس لا يعترف بهذه التنسقيات والرئيس قال بوضوح ما عنديش حزب يمثلني لكنه بالتالي على وزارة الداخلية وعلى النياب العمومية أنها تكون واضحة في أن أي ممارسة تمارس بحزب غير معترف به أو جمعية غير معترف بها لايس من حق أن تقوم بأي نشاط وبالتالي معناها الحديث على هؤلاء الناس من حق عامل دفع الحقوق عبر محام وعبر القضاء يا أم ينصوا ضد فتح العيون ولا ما ينصوش فالقضاء هو الفيصل بين الناس هو الذي يتيشتكي له الناس عندما يختلفون وبالتالي منطق أن يتوجه مواطنون إلى معناها مؤرسة بلدية معناها موجودة منذ سنوات تخدم في المواطنين وتقدمونهم خدمات وصفاته العيوني بغض النظر على الموقف منه هذا الرجل أكثر واحد من أكثر بلدي خدمة الناس وخدمة الكرم وكان الزرجوني يمشي يعمل الاستفتاء ننصح الزرجوني يسيب عليهم المنطقة خدمة بعض أطراف إقليمية ودولية بهذه الاستفتاءات التي طلع فيها في عبير وحزبها وهو حزب انتهى أصلاً يوم خمسة وعشرين عندما انتقل أنصوه إلى موارب عاقل ومعاش يحكينا على حزب هو غير موجود قانونية يعني ننصح يمشي يعمل استفتاءة في الكرم ويشوف ما نهى هالأهالي الكرم راضون على إنشاءات الرئيسة الملدية الحالية ولا مش أراضياً أليش هدك؟ أما منطق ممارسة السياسة بالغطاء آخر أنا أعتقد أنه الخطاب التحريذي الذي أدى إلى حرق الدستور بحركة استفزازية بتلك طريقة من طرفه بعض وشواذي مواطنين أراه الخطاباً تعالى التطهير والاستعداء والمنافقين وإلى خيرهم من الأوصاف التي لا تحصل وتعد أراه تؤدي إلى كوارث أخرى وراه صحيح أن مؤسسة مهنية أمنية مهنية معناها تقوم بدورها ولكن راه مخاطر الخطاب ما قم تحكوا على أساس أن الإرهاب نذر له بالكلام وتم الإعداد إلى تهيئاته أما اليوم الممارسات بتاع اقتحام المؤسسات وما هذا كله تم الترويج له أيضاً عبر خطاب الاستعدائي إقصائي إصطائي راهوا المواطنين فرعونا الخمسة وعجرين ليش فرعو؟ لأنه يعتقدوا أنه مش سير تحول يعني البطاطا بلف بلف نسبوه بشترجة الخمسمائة طلعت للف وربع مئة وثمانين والفير وتذلال في برجة بلايس وبالتالي أنا أنا هذا المنطق أعتقد أنه يجب أن يقفل وعلى كل رواسال البلديات وعلى كل الوزارات اللي تحمي في البلاد على غراء المؤسسة الأمنية والعسكرية أن تنتبه إلى أن هذه الممارسات الرهي ليست في صالح تونس ولا التونسيين أبداً نعم